في المكسيك العثور على ذيل ديناصور قد يفتح أفاق علمية جديدة التقرير لقناة بي بي سي العربية في صحراء ولاية كوهيلا بشمال المكسيك عثر منقبون على حفرية لذيل ديناصور عملاق تعود لـ 72 مليون عاما عمل شاق استغرق 20 يوما من التنقيب في الرمال لكشف النقاب عن هذه العظام التي تنتمي لسلالة نادرة من الديناصورات وهذا هو أول هيكل يُعثر عليه في المكسيك لهذا النوع الذي يُطلق عليه الديناصور ذو من قار الباط الكشف عن هذه السلالة ليس سهلاً حيث ينبغي أن تتغفر الظروف معينة حتى تحتفظ الأظام بتماسكها ويمكنك أن ترى تسلسل الفقرات بشكل واضح وليس هناك أماكن كثيرة حول العالم يمكنك أن تعثر فيها على كشف كهذا والأهم بالنسبة للمكسيك أن هذا هو الكشف الأول من نوعه ولهذا هو مهم ويقول الخبراء أن هذا الذيل الذي يبلغ طوله خمسة أمتار يمثل نصف حجم الديناصور وهم يعتقدون أيضاً أن الجزء المتبقي من عظام الجسم ربما يكون مطموراً على عمق أكبر تحت الأرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر